المقطع المنتظر وصل يا جماعة المقطع اللي أنا بنفسه كنت متحمس إنه سويه صراحة شوفي أحلى من قائمة أفضل عشر ألعاب في هذا العام دائما مقاطع التوب تن أفضل الألعاب بتكون هي أمتع المقاطع لأي شخص سواء اليوتيوبر ولا الشخص اللي عم يتفرج في الله خليني فرجيكم أفضل عشر ألعاب لعبتة في هذا العام بس قبل ما نبدأ المقطع هذا حابب نبه إنه جهاز النينتندو سويتش أنا ما متلكته أبدا في هذا العام وما بتوقع إنه يمتلكوا بأي وقت قريب فلذلك سوبر ماريو أوديسي وليجندو زيلدا ما رح يكونوا موجودين في هذا المقطع مشان ما حدي يقول لي وين زيلدا وين ماريو الجهاز بكبروا ما كان موجود عنده فما قدرت ألعاب الألعاب هاي في الله نبدأ ونقول بسم الله في المركز العاشر سنوة ساكريفايز لعبة هيل بلايد من الألعاب اللي إجت بفكرة فريدي من نوعه فاللعبة عم تحاكي الأمراض النفسية وإنه كيف المريض النفسي بيشعر وهالشغلات هانا القصة والجيم بلاي والجرافيكس كلهم ممتازين بشكل عام القصة فيه عمق كبير صراحةً وأنا فهمت القصة الأساسية أو فينك تقول فهمت زبدة القصة بدون ما أتعمق بالرموز والشغلات هاي اللي كانت باللعبة وعموماً لعبة هيل بلايد سنوة ساكريفايز استحقت مركز بين أفضل عشر ألعاب اللي عبتها في هذا العام وبكل جدارة واستحقاق صراحةً في المركز التاسع كان من السهل اختيار لعبة إيفل ويذن تو من أفضل ألعاب هذا العام بسبب مستواها الممتاز عموماً صحيح أنه الجزء هذا ما اختلف كتير عن الأول لكن بما أنه الأول أساساً كان حلو فما عندي أي مشكلة أنه يكون الجزء الثاني بيشبه الجزء الأول لما عرفت أنه شنجي ميكامي مش هو مخرج هذا الجزء وأنه في مخرج جديد رح يمسك الجزء الثاني إيجاني تخوف بسيط من هالموضوع لكن صراحةً المخرج الجديد سوى شغل كبير ما شاء الله وكان خير خلف لخير سلف متل ما بيقولوا بل بالعكس أنا بيعتبر الإخراج بلعبة The Evil Within 2 هو أفضل شيء باللعب هاي على الإطلاق The Evil Within 2 بكل بساطة من أفضل ألعاب هذا العام في المركز الثامن Call of Duty World War 2 بهذا الجيل كله ما استمتعت بجزء Call of Duty بشكل كبير إلا جزء Advanced Warfare ولما لعبت جزء الحرب العالمية الثاني في هذا العام انبهرت بمستوى رهيب من ناحية القصة والزومبي أما الأونلاين ففينا أقولك إنه كان ممتاز لو لا مشاكل السيرفرات اللي بتوجع الراس كنت محتار بهذا المركز بين Code وبين Star Wars Battlefront 2 لكن بالأخير فضلت Call of Duty لأنه يعني عموماً كان التجربة أفضل ولو بقليل من Star Wars Battlefront 2 لو حابب تعرف رأيي الكامل مع التقييم النهائي لCall of Duty World War 2 روح شوف المراجعة رح حطلك الرابط بالوصف مع كل روابط المراجعات الأخرى للألعاب اللي موجودة بالقائمة في المركز السابع What remains of Edith Finch How I want to remember my brother by Sam Finch The thing I remember is that when he made up his mind أنا ما بعرف من وين بدي أبدأ بالكلام عن اللعبي هاي يا أخوان لأنه شو ما حكيت عن اللعبي بحسه قليل بحقه القصة غريبة عم تحاكي عائلة الفينش الأكثر نحسن في العالم رح تعيش مع كل شخصية من العائلة بشكل منفصل وبطريقة سرد وغيم بلاي رهيبين جداً القصص كلها محزني كنت عيش مأساة مع بعض الشخصيات لكن بنفس الوقت كنت أضحك ما بعرف كيف يعني كيف قدر المخرج أو الكتاب أنه يحطو لنا طريقة أو خلطة سحرية أنه يحطو لك لقطات بعضها مضحكي لكن محزني بنفس الوقت وقدروا يخلونا نعيش مأساة العائلة بشكل غريب صراحة طول الوقت وأنا عم بلعب What remains of Edith Finch كنت منذهل كنت معجب بالشيء اللي أنا عم سويه لو بدك تطلع من هالمقطع هذا بفائدة وحدي فالفائدة هي إلعب What remains of Edith Finch في المركز السادس فورتزا موتور سبورت 7 من لما بدى هذا الجيل إلى يومنا هذا وسلسلة فورتزا مسيطرة بالطول وبالعرض على ألعاب السيارة حتى مع كثرة المنافسين لفورتزا 7 مثل فورتزا 5 وفورتزا 6 إلا أنه لا زالت متفوقة عليهم نعم هدول هني منافسين فورتزا 7 لأنه مثل ما حكيت سابقا بالمراجعة أنه فورتزا عم تنافس نفسها بنفسها بهذا الجيل على الإطلاق وما لأي منافس فعلي الجزء السابع كان هو الأضخم بين كل أجزاء موتور سبورت سواء من ناحية السيارات أو الحلبات أو طور الكارير اللي كان طويل ومليء بالصباقات والتحديات الممتعة بالإضافة إلى أفضل جيم بلاي لعبة محاكاة السباقات في هذا الجيل على الإطلاق متفوقة على منافساتها اللي هني أكيد فورتزا 5 وفورتزا 6 فينكم تشوف المراجعة اللي أنا سويتها للعبة وعطيتها عشرة من عشرة لأنه بكل بساطة ما في مثل فورتزا 7 في هذا الجيل على الإطلاق في المركز الخامس والفنشتاين 2 The New Colossus اللعبة هاي ببساطة من أكتر الألعاب اللي بتخليك تفرغ الطاقة السلبية تبعك فيه جيم بلاي جدا جميل بيخليك تشعر إنك باد آس طول الوقت مع بيئات لعب جميلة وشخصيات مثيرة للاهتمام صراحة والفنشتاين 2 بكل بساطة هي أفضل لعبة شوتر لعبتها في هذا العام ما بدأ طوّل كلام عنها روح وشوف المراجعة إذا حابين تعرفوا رأيي بشكل كامل في المركز الرابع نير أوتومتا نير أوتومتا من الألعاب اللي أتقنت كل شيء بيتمناه لاعب على الإطلاق فقصة رهيبة مع حوارات ممتازة وشخصيات جدا مثيرة للاهتمام في عالم جميل ومناظر وبيئات لعب خلابي مع جيم بلاي ممتاز جدا فيه تنوع بسيط عن غيره من ألعاب الار بي جي نفسي راح وأنا عم بحكي اللعبة أكيد فيها عيوب ما في لعبة ما فيها عيوب فمثلا التكرار أو طريقة سرد القصة اللي صارت على خمس نهايات مختلفة اللي عجبت بعض اللاعبين اللي لاحظت لكني أنا مش واحد منهم بالإضافة إلى بعض المناطق اللي بتحسها إنه فاضي أو ما فيه شيء أبدا لكن هذا كله مو مهم لأنه نير أوتومتا ما أثرت عليا كل السلبيات الموجودة فيها لأنه لازالت لعبي جدا ممتازة ونير أوتومتا بكل بساطة هي واحدة من أفضل ألعاب هذا العام يعني أي شخص بيلعبها رح يقول إنه واحدة من أفضل ألعاب هذا العام والعيوب البسيطة اللي فيها أثرت للأسف بشكل سلبي على مركز اللعبة يعني ممكن كانت تاخد مركز أفضل وبكل بساطة نير أوتومتا واحدة من أفضل حصريات البلاي ستيشن في هذا الجيل على الإطلاق في المركز الثالث ياكوزا زيرو أنا من زمان بعرف بياكوزا وبسمع فيها من أيام البلاي ستيشن 2 بس بحياتي ما لعبت أي جزء منها فلما نزل هذا الجزء اللي أحداثه بتصير قبل للجزء الأول قلت خلص خليني ألعبه وشوف يعني شو هالسلسلي هاي اللي صلوا 6 أجزاء نازل منه وما لعبت ولا واحد بديت هاي اللعبة على أنه تجربة عابرة بلعبها وبختمها وبنساها بعد كم يوم لكن انتهيت من ياكوزا زيرو بعشق كبير جدا وانذهال من المستوى الرائع اللي قدمت لي يا اللعبة خصوصا بالقصة الرائعة القصة يا جماعة مترابطة بشكل عجيب بيدعمها تمثيل صوته أسطورة من الشخصيات بالإضافة لأنه حتى الشخصيات قدموا لنا إياهن بشكل جدا ممتاز وأيضا طريقة القتال كانت جدا جميلة واستمتعت فيها وبرضو حسيت حالي جدا قوي وأنا عم بلعب اللعبة هاي ياكوزا صفر أو ياكوزا زيرو بكل بساطة هي أفضل حصرية لعبتها على البلاي ستيشن فور في المركز الثاني كابهيد شو بدي حكي يا جماعة يعني في شي لسه ما حكيتوا عن كابهيد يا أخوان يعني إذا أنت حابب تعرف أنا قديش حبيتها لللعبة هاي وقديش عشقتها بشكل مو طبيعي فينك تروح تشوف الست مقاطع اللي نزلتهم عنه يعني بالعادي الألعاب بنزل عنه مقاطع واحد لأ كابهيد استثناء ست مقاطع نزلتهم بالقناة قبل ما أذكر المركز الأول حابب أذكر بعض الألعاب اللي كانت بتستحق تدخل على القائمة لكني ما دخلتهم لأنه القائمة ما بتتسع إلا العشر ألعاب ستار وورز باتل فرونت 2 اللعبة هاي من أفضل ألعاب اللي لعبتها هذا العام ومتل ما قلت لكم فاضلت بينه وبين كود بس حسيت إنه كود بتستاهل أكتر Little Nightmares أو الكوابيس الصغيرة يا حبيبة واحد من أمتع الألعاب اللي لعبتها هذا العام صراحة اللعبة كانت يعني فكرتها حلوة واستمتعت فيها بشكل كبير لأ ودخلتها بالقائمة كانت بالمركز العاشر لكني لعبت بنهاية السنة Near Automata فدخلتها بالقائمة واضطريت إن أسحب المركز العاشر اللي هي Little Nightmares Candleman من الألعاب اللي Underrated بشكل كبير واللي ما حدي عاطيه حقه أبدا وعلى فكرة هاي اللعبة من الألعاب النادرة اللي موجودة بس على الإكس بوكس يعني ما في بي سي بس على الإكس بوكس اللعبة فكرة اللعبة حلوة حسيتها بتشبه شوي Little Nightmares لكن فكرتها مختلفة بشكل كبير عن Little Nightmares فإذا عندك إكس بوكس وما لعبت Little Nightmares ولا Candleman فأ... الله يسامحك Uncharted The Lost Legacy ما في اتنين بيختلفوا على مستوى Uncharted عموماً سلسلي مستواها حلو من أول جزء إلى جزء Lost Legacy لكن هذا الجزء خصوصاً ما دخلته بالقائمة لأنه هو أساساً يعتبر expansion أو توسعة مش جزء كامل مستقل فيعني من الظلم أن ندخل توسعة مع ألعاب معرفته شنون؟ في المركز الأول والحاصلي على جائزة Game of the Year أو أفضل لعبي لعبتها في عام 2017؟ دقوا الطبول يا جماعة Resident Evil 7 Ethan 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 أفضل لعبي لعبتها بـ 2017 بكل بساطة شو من قصة يا جماعة؟ شو من شخصيات ولا تمثيل صوتي مع عدل بطل طبعاً؟ ولا الغرافيكس ولا البيئات يا رجل لعبي أتقنت كل شي بكل بساطة بيئات اللعب كانت مرعبي بشكل كبير ما في ولا لعبة رعب بهذا الجيل خلتني خايف ومرتقب طول الوقت مثل Resident Evil 7 ما في ولا لعبة شدتني أن أستكشفها وطلع كل الجوائز اللي فيها وأختمها مرتين وأعمل كل شي باللعبة مثل Resident Evil 7 ما في ولا لعبة اهتميت أن أسمع كل الحوارات وأقرأ كل الكلام اللي موجود فيها مثل Resident Evil 7 مغامرة مرعبة وشيقة ومليئة بالأحداث والقتالات الممتعة مع الرعب الممتاز صراحة والخوف والترقب بكل مكان أي رعب اللعبي كان ممتاز رعب الاستكشاف رعب الأصوات رعب الشكل نفسه أو الأشكال المرعبي للأعداء رعب حتى الجنب سكيرز يا رجل كانوا متقنين بشكل ممتاز بهاي اللعبي هذا طبعا غير التعريب يا جماعة اللي أنا بيعتبره أفضل تعريب ب2017 ولا الإضافة المجانية اللي لعبنا فيها بشخصية كريس ريدفيل صراحة أشكر كابكوم على هالتح في هاي وأتمنى ولا أطيق الانتظار حتى ألعب أكتر وأكتر من Resident Evil بالجزء الثامن إن شاء الله كل شيء بلعبة Resident Evil 7 كان مصقول بشكل مثالي خلاها بجدارة وبكل استحقاق أفضل لعبي لعبتها في عام 2017 على الإطلاق وبس يا جماعة هذا كان مقطع أفضل عشر ألعاب لعبتهم في هذا العام شو رأيكم بالقائمة يا جماعة هل في لعبي تحسوا أنه كانت لازم تكون موجودي بالقائمة بس أنا ما حطيتها اكتبولي إياها بالتعليقات بس ما تكون لعبة Nintendo لأنه الألعاب Nintendo مثل ما قلت لكم ما لعبت ولا وحدة فيهم ولا تنسوا برضو تكتبولي أفضل لعبي لعبتوه هذا العام وبرضو إذا عجبكم هذا المقطع أعطوني لايك واشتركه بالقناة أعطيكم ألف عافية على المتابعة إلى اللقاء